السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط في مقرر المهارات الرقمية والفصل الدراسي الثالث عنوان درسنا لهذا اليوم هو مشروع الوحدة الثانية ما تم دراسته في الدرس السابق كان التعاون في جوجل درايف نراجع أهم المهارات التي تم اكتسابها في الدرس السابق تعرفنا على كيفية مشاركة المجلدات أو الملفات في جوجل درايف عن طريق فتح جوجل درايف ثم الضغط على ملفاته نختار المجلد ثم بالزر الأيمن عليه ننقر على مشاركة ثم مشاركة فتح نافذة المشاركة نضع البريد الالكتروني للأشخاص الذين نريد مشاركتهم نحدد الأذونات ثم ننقر على إرسال أيضا تعرفنا على طريقة مشاركة الرابط في جوجل درايف ننقر بالزر الأيمن على الملف ونختار مشاركة ثم مشاركة نغير الوصول العام من حصري إلى أي شخص لديه رابط ثم نسخ الرابط بعد ذلك يمكنك لسقه لدى أي شخص تريده أن يشاركك هذا الملف أيضا طريقة إيقاف مشاركة الملفات والمجلدات في جوجل درايف نذهب إلى الملف الذي شاركناه بالزر الأيمن ونختار مشاركة ثم من قائمة الأذونات نختار إزالة الوصول ثم حفظ حل تدريب ثلاثة من درس صيانة الحاسب صف الخطوات التي تتبعها عند مواجهة المشكلات الآتية مع أجهزتك تذكر أن تبدأ من أبسط الحلول إلى أكثرها تعقيدا عندما يحدث أن الشاشة الحاسب لا تستجيب نفكر قليلا ما هي الحلول التي تعلمناها في درس صيانة الحاسب لحل هذه المشكلة أحسنتم إذن نصل إلى أنه أول الحلول التي تعرفنا عليها أن تتحقق من توصيل الكابلات بين الوحدة الرئيسة والشاشة أما الحل الثاني أوقف البرنامج الذي لا يستجيب باستخدام مدير المهام أيضا ذكرنا من الحلول أن تعيد تشغيل النظام باستخدام مفتاحي Alt و F4 أيضا من المشاكل التي تعرفنا عليها هي أن تسمع أصوات غريبة صادرة من الحاسب نفكر ما هي الحلول لمثل هذه الحالة أحسنتم من المهم حفظ ملفاتك في وسيلة تخزين خارجية تفاديا لفقدانها إذا تعطل محرك الأقراص الثابت كذلك ذكرنا أن توقف تشغيل النظام وإذا استمرت المشكلة استبدل محرك الأقراص الثابتة بآخر جديد أيضا من المشكلات التي ناقشناها أنه لا يمكنك سماع أي صوت من مكبرات الحاسب ما هي الحلول لحل هذه المشكلة؟ أحسنتم إذن الإجابة أو الحل الأولي أن تتحقق من شريط تمرير الصوت في شريط المهام في نظام ويندوز أيضا إذا كان حاسبك متصل بمكبر صوت تحقق من مستوى الصوت في أيضا تحقق من عدم وجود مكبرات صوت أخرى متصلة بالحاسب عبر أسلاك أو بلوتوث هذه بعض الحلول لحل هذه المشكلة أيضا من الحالات التي قد تواجهها مع حاسبك أن الحاسب لا يبدأ التشغيل نتذكر معا ما هي الحلول لهذه الحالة إذن كانت من الحلول أن تتحقق من درجة حرارة الحاسب وانتظر حتى يبرد إذا كان حارا أيضا أن تتحقق من عدم اتصال الحاسب بكيبلات USB أو أقراس في محرك الأقراس أزل الأجهزة الطرفية ثم أعد توصيلها واحدا كل مرة لاكتشاف أيها هو سبب المشكلة أيضا من المشكلات أن الطابعة قد لا تعمل على الإطلاق نتذكر أيضا ما هي الحلول لهذه المشكلة التي تم دراستها في درس صيانة الحاسب أحسنتم إذن من الحلول الأولية أن تتحقق من اتصال الطابعة بالحاسب وأن الضوء الأخضر في الطابعة يعمل أيضا من الحلول أن تتحقق من عدم وجود ورق عالق في الطابعة وذكرنا أن تحذف المستندات العالقة من قائمة الانتظار توقف اتصال حاسبك بالإنترنت بشكل مفاجئ ما هي الحلول التي اتبعناها في الدرس لحل هذه المشكلة؟ أحسنتم إذن عليك أن تتحقق من توصيل كابلات الشبكة بالمنافذ أيضا أن تتحقق من أضواء جهاز التوجيه وكذلك تتحقق من إعدادات بروتوكول TCP IP نأتي للتدريب الخامس من درس التخزين السحابي أمامك هذه المهام التي عليك تنفيذها باستخدام حاسوبك افتح حاسوبك واستعد معنا للتدريب إذن أول المهام التي المراد تنفيذها هو استخدام الملف الموجود أمامك اسمه في مجلد المستندات يمكنك الحصول على هذا الملف من الكتاب التفاعلي في منصة مدرستي كما يشير ليه المكان بسهم الأصفر المهمة الثانية أن تثري النص بالمزيد من الكلمات مثلاً فتحنا الملف نكتب كلمات إضافية لإثراء المقال أو النص بهذا الشكل يمكنك أن تعيد تنسيق النص حتى يكون مشابه للنص الأعلى مثلاً حجم الخط 14 المحاذاء إلى اليمين المهمة التالية أن تحمل الملف النصي المحدد إلى جوجل درايف الخاص بك تابع معنا الخطوات من زر التطبيقات جوجل نختار جوجل درايف ثم نتوجه إلى ملفاتي ننقر على جديد ثم تحميل ملف حدد الملف الذي تريد رفعه إلى جوجل درايف ثم ضغط على تحميل أو فتح وانتظر اكتمال تحميل هذا الملف من خلال الرسالة التي تظهر في يمين أو يسار أسفل الشاشة شارك الملف مع اثنين من زملائك هذه الخطوة تابعها معنا أيضاً انقر بزر الأيمن على الملف واختر مشاركة ثم مشاركة لفتح نافذة المشاركة اكتب البريد الإلكتروني الخاص بزملائك ثم اضغط على إرسال المهمة التالية امنحهم أذونات المحرر انقر بزر الأيمن على الملف اختر مشاركة ثم مشاركة مرة أخرى لفتح نافذة المشاركة من قائمة الأذونات اختر محرر بدلاً من مشاهد ثم انقر على حفظ المهمة التالية أيضاً هي على كل محرر العثور على صورة من الانترنت حول مشروع حديقة الملك سلمان وإدراجها في الملف النصي حدد مثلاً هذا الطالب خالد سيضيف الصور من جهازه عن طريق الضغط على تمت مشاركتها معي نقرتين على الملف لفتحه ثم من قائمة إدراج اختر صورة ورفع من الكمبيوتر ثم فتح عدل حجم الصورة جميع هذه المارات تم دراستها سابقاً في برنامج الورد يمكنك إغلاق الملف بعد الانتهاء من لنذهب إلى حاسوب فهد مثلاً لنجعل فهد أيضاً يطلع على الصورة التي أضافها خالد من ملفاتي بالزر الأيمن أو نقرتين لفتح الملف تلاحظ أن الصورة فعلاً انتقلت على نفس الملف بين الطالبين اعمل مع زملائك وتجنب إضافة نفس الصورة مرتين ثم علق على اختيارات زملائك وقرروا معاً الشكل النهائي للمستند لاحظ أن فهد وخالد جميعهم موجودون في نفس المستند لفتح نافذة المحادثة انقر على رمز المحادثة بجانب اسم زميلك لاحظ أنها توجد محادثة إضافية في هذا البرنامج يتناقش الطالبان حول تنسيق هذا أو طريقة تنسيق هذا المستند نحظ أنها محادثة بينهما يتم السؤال والرد حتى الاتفاق وبالتالي يتم تنسيق المستند بتغيير مثلاً حجم الخط بحسب الاتفاق إذن سنتحدث في هذا الدرس عن مشروع الوحدة الثانية بعد أن تعرفت على أهم أساليب صيانة الحاسب وكذلك تعرفت على كيفية التعامل مع التخزين السحابي هل لديك معلومات إضافية تود مشاركتها مع زملائك حول صيانة الحاسب ويتم مشاركتها عبر التخزين السحابي إذا كانت إجابتك بنعم فتابع معنا خطوات هذا المشروع لتنفيذ هذه المهام في بعض الأحيان يكون لديك مشاكل في الاتصال بالإنترنت نفذ الخطوات الآتية لتوضيح هذه المشاكل مع زملائك في الفصل المهمة الأولى في هذا المشروع سيبحث كل طالب عن مشكلة من مشاكل الاتصال بالإنترنت والعثور على الخطوات التي يمكنه اتخاذها لاستكشاف المشكلة وإصلاحها أكتب ما المشكلة وطريقة علاجها في مستند Word التطبيق العملي للكتابة حول مشاكل الاتصال بالإنترنت ثم حفظها على سطح المكتب ليقوم كل طالب بمشاركتها لاحقاً عبر Google Drive لنبحث عن المشاكل ونبدأ بتدوينها في مستند Word احفظ المشكلة الأولى مثلاً على سطح المكتب أو أي مكان في مستنداتك افتح مستند آخر واكتب فيها المشكلة الثانية بحلولها أيضاً قم بحفظ المستند والمشكلة الثالثة مثلاً نكتب المشكلة ونحفظها أيضاً أو نحفظ مستند ال Word وأيضاً المشكلة الرابعة مع حلولها نكتبها في مستند ال Word وأيضاً نحفظ هذا المستند جميع هذه المستندات التي قام بإنشائها الطلاب عليهم رفعها إلى Google Drive إذن الآن في المهمة الثانية سينشئ أحد الطلبة مجلداً على Google Drive باسم مشكلات الاتصال بالإنترنت وسيمنح أذنات الوصول والتحرير للجميع وسيضيف كل محرر الملف الذي أعده عن مشكلة الاتصال التي بحث فيها في المجلد المشترك ننفذ إذن هذا هو التطبيق العملي لإنشاء مجلد على Google Drive باسم مشكلات الاتصال بالإنترنت من قبل أحد الطلبة ومشاركته مع زميله إذن في التبويب ملفاتي لهذا الطالب مثلاً فهد ننقر على جديد ثم مجلد جديد أكتب اسم المجلد مشكلات الاتصال بالإنترنت ثم أضغط على إنشاء بالزر الأيمن على هذا المجلد واختر مشاركة أضف الطالب أو زميلك عبر كتابة بريديه الإلكتروني نحرص على كتابة البريديه الإلكتروني كاملاً اجعل من الأذنات أن يكون الطالب أو زميلك محرر ثم اضغط على إرسال يمكنك كتابة رسالة توضيحية لسبب المشاركة لزميلك هذه الرسالة تسلصل إلى البريديه الإلكتروني الخاص بزميلك اضغط على إرسال الآن لتحميل المستندات من قبل الطالب الأول إلى جوجل درايف من تبويب ملفاتي نفتح المجلد بالنقرتين ثم من جديد تحميل ملف حدد الملف الذي تريده وانتظر اكتمال التحميل أعد الخطوات لبقية المستندات لاحظ أنه تم رفع أربعة مستندات إلى هذا الملف الآن لتحميل المستندات من قبل الطالب الثاني أيضاً إلى جوجل درايف الطالب الثاني سيجد المجلد الآن في تمت مشاركتها معي لأنه ليس المنشئ الأول للمجلد ثم من جديد اضغط على تحميل ملف واختر المستندات الأخرى المهمة الثالثة في المشروع تعاونوا جميعاً مع معلمكم لتحديد الملفات التي تتضمن أهم المشاكل وحذف باقي الملفات من المجلد في النهاية سيكون لديك مجلد مشاكل الاتصال بالإنترنت مع ثلاثة ملفات مستندات تتضمن أهم مشاكل الاتصال بالإنترنت والحلول الممكنة لها التطبيق العملي لحذف الملفات الغير مهمة مثلاً بالزر الأيمن على هذا المستند نختار تنزيل لفتح هذا المستند والاطلاع على البيانات الموجودة فيه بعد الاتفاق مع معلمك قم بحذف الملفات غير الضرورية اقرأ جميع المستندات ومناقشتها مع زملائك مثلاً سنحذف هذا المستند بالزر الأيمن عليه اختر انقل إلى المهملات نأتي بهذه النقطة وصلنا إلى نهاية هذا المشروع نأتي الآن إلى برامج أخرى ذكرت في هذه الوحدة تتحدث عن أيضاً التخزين السحابي منها Apple iCloud إذا كان لديك جهاز Apple يمكنك استخدام iCloud للتخزين واستعادة ملفاتك سحابياً يثبت iCloud سابقاً على أي جهاز Apple ويمكنك استخدامه طالما لديك معرف Apple Apple ID يمكنك إنشاء نسخة احتياطية من رسائل بريدك الإلكتروني وجهات اتصالك والملاحظات وأحداث التقويم والتذكيرات كما يمكنك تحديد موقع جهازك واستخدام برنامج iCloud iWork أيضاً أيضاً من برامج التخزين السحابي OneDrive إذا كان لديك حساب مايكروسوفت يمكنك استخدام OneDrive لحفظ ملفاتك أو مشاركتها كما يمكنك حفظ أي نوع من الملفات التي تنشئها من خلال التطبيقات والصور وقوائم المهام يمكنك الوصول إلى OneDrive من أي جهاز محمول أو عبر المتصفحات باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك المصطلحات التي تذكرت في هذه الوحدة مدير Administrator تخزين سحابي Cloud Storage إعادة تجزئة Defragment خادم بروتوكول تهيئة المضيف الآلية DHCP Server خادم نظام أسماء النطاقات DNS Server تنزيل Download عنوان الإنترنت IP Address موجه Router رابط قابل للمشاركة Shareable Link مدير المهام Task Manager بروتوكول التحكم بالنقل أو عنوان الإنترنت TCP IP تحميل Upload إذن تحدثنا في هذا الدرس عن مشروع الوحدة الثانية نشكر لكم أعزائي طلابنا حسن استماعكم ولنا لقاء بإذن الله في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر